بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا طلاب الأعزاء أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من شاح مساب التوبولوجي إذن نبدأ في فيديو اليوم بريكول تذكر لشيء أخذنا في المحاضرة السابقة له تعريف التوبولوجي بحكي لنا تاو عندنا collection تاو is a topology on x على المجموعة x إذا هو فقط متى بكون توبولوجي على x إذا حقق ثلاث شروط تذكروا حكينا الشرط الأول إنه phi و x ينتموا إلى تاو أي مجموعتين a1 و a2 ينتموا إلى تاو تقاطعهم يجب أن ينتمي إلى تاو وأي collection عندنا من المجموعات التي تنتمي إلى تاو اتحادهم أيضا يكون في تاو هذولا ثلاث شروط للتوبولوجي للcollection حتى يكون توبولوجي على المجموعة x في عندنا notes أول واحد معنا بقول a is open if a ينتمي إلى تاو إحنا نتذكر شو معنى إنه المجموعة a open يعني إنها من عناصر تاو where tau is a topology حيث tau is a topology طيب ما معنى closed عندنا المجموعة f is closed متى بتكون closed if x عدى f شو x عدى f اللي هي f complement أو كمان بصير نقول x عدى f بهاي الطريقة اللي هي المتممة إذا كانت المتممة إيش open إذن المجموعة من القول عنها closed إذا كانت متممتها open يعني تنتمي إلى تاو ومتى بتكون open إذا كانت تنتمي إلى تاو هذا الopen والclosed في عندنا ثيوريم شو بتحكي لنا ثيوريم let x و tau be a topological space إذن عندنا مجموعة x وعلى topology tau هذا topological space then عندنا ثلاث نظريات بنظرية واحدة النظرية الأولى بتحكي لنا إنه 5 و x are closed 6 يعني 5 و x يشكل closed 6 النقطة الثانية بتحكي لنا intersection of any number of closed set is closed إذن أي intersection لمجموعات closed يكون closed أي intersection لاحظوا في فرق بين الشرط الثاني والثالث أو النقطة الثانية والثالثة النقطة الثالثة بتحكي لنا finite في شرط إنه finite مش any union finite union of closed set is closed يعني لو جميت لعدد منتهي من closed set لازم اتحاده بيكون closed طبعا لهم إثبات كل واحد إلى إثبات نبلش بإثبات النظرية الأولى بحكي لنا نحن بل نثبت إنه 5 و x are closed حسنا نحن نعرف إنه 5 و x are open يعني ينتموا إلى tau يعني 5 و x are open هذا تعريف الopen إنه x و 5 ينتموا إلى tau ونحن نعرف هذا الشيء بأي topology 5 و x ينتموا إلى tau الآن متميماتهم شو رح تكون closed متميمة الأولى لو x عدى phi اللي هي x ومتميمة الثاني x عدى x اللي هي phi هذول شو رح يكونوا closed لأنهم متميمات للopen إذن x و phi are closed وهي كم يكون أثبتنا النظرية الأولى الآن بالنسبة للنظرية الثانية اللي بتحكي لنا هيا intersection of any number of closed set is closed أي تقاطع لمجموعات closed يجب أن يكون closed طيب كبير نثبتها بقول لك let a i is closed لكل i ينتمي إلى delta نعم بقدر أدخلها على the a i's وبحول التقاطع للإيش لاتحاد الآن حولت التقاطع لاتحاد والcomplement دخلت على the a i هذا هو قانون the morgan's law إذن by the morgan's law الآن صار عندي اتحاد ل a i complement لكل i ينتمي إلى delta إحنا منعرف أنه a i فرضناها بالفرض a i is closed إذن a i closed إذن complement إلها هاي كاملة open تمام؟ إذن الاتحاد كامل هذا إيش؟ اتحاد open sits is open معنات واكتشفت أنه complement لهاي is open إذن فقط كلام نحن نحكي أنه since a i closed يعني a i closed إذن a i complement is open إلا وهذا المربع إذن الاتحاد كاملا is open ليش؟ نحن بالتبلوجي الشرطة الثالث بالتبلوجي بيحكي لنا أنه اتحاد أي مجموعات open يجب أن يكون open إذن اكتشفت أنه هذا المقدار كاملا إلا هو يساوي هذا is open يعني اكتشفت أنه complement لهذه الدائرة is open إذن هاي الدائرة تمثل closed sit هاي الدائرة أنا اكتشفت أنه متممتها open إذن هي is closed وهي يكون إيش أثبتت النظرية الثانية بالنسبة للنظرية الثالثة اللي يبتحكي لنا أنه finite union finite union of closed sit is closed الآن بدي أثبت أنه هذا finite union is closed إذن بدي أخذ finite union من المجموعات closed let a i is closed لكل i ينتمي إلى 1 2 3 لحد الان إذن هاي معنى أنه أنا عندي عدد منتهي من المجموعات لكلوزد كم عددهم ان مجموعة هاي يقول بحكي لك من 1 2 لحد ان إذن هون a 1 a 2 a 3 لحد an عندي عدد منتهي من المجموعات التي تنتمي إلى الكلوزد شو هدفي أنه اتحادهم هذ يكون closed عندي مجموعات closed هدفي أنه اتحادهم يكون closed نفس النظرية السابقة وإثباتها هدفي أنه هاي الدائرة أني أعملها متبهي ومتطلع معي open الآن هاي الدائرة شايفينها اللي هو الاتحاد لهذه المجموعات المنتهية أخذت له الكمبليمنت وهدفي يكون open لما أخذ الكمبليمنت بدي مور غزه نفس الإشي يعني رح أدخل الكمبليمنت على كل واحد من الـ AI والاتحاد رح يصير عندي تقاطع إذن هاي حولت الاتحاد إلى تقاطع والكمبليمنت دخلت على الـ AI صارت AI complement لاحظ أنه AI أنا فارضها closed AI closed إذن المتممي هاي رح تكون open إذن التقاطع لهم finite intersection رح يكون إيش أيضا open إذن هاي كانت وصلت إنه متممة هاي open إذن هاي دائرة نفسها closed هذا الشرح لحكاية تلكية هون مكتوب كتابة since AI is closed هاي معطى إنه AI closed إذن AI complement open يعني مربع هذا اللي جو complement is open إذن التقاطع كاملا هذا المقدار العليمين right hand side تقاطع هاي كاملا is open ليش هذا تعريف التوبولوجي الشرطي الثاني بقولنا تقاطع أي مجموعتين وبنقدر نعممه وبحكي تقاطع A1 تقاطع A2 ينتمي إلى تو لكل A1 A2 ينتمي إلى تو لكن فعليا إحنا بنقدر نعممه ونقول أي فانايت intersection لمجموعة في تو ينتمي إلى تو إذن اكتشفت أنه right hand side اللي هو is open معناته هذا اللي علي يسار كل open بما في complement معناته الدائرة هاي اللي جو إذن هاي الدائرة الجو is closed وهو المطلوب إن شاء الأمور تكون واضحة في عندنا remark شو بتحكي لنا remark union of two topologies need not to be a topology يعني بيحكي لنا اتحاد two collections يمثل لتوبولوجي ليس بالضرورة إنه يكون topology يعني لو جبتلي topology أول topology اثنان وعملتليهم باتحاد رح يطلع عندي collection جديد ليس بالضرورة إنه يكون topology وهذا الإشي أخذناه هذا يعني باعتبار تذكر لما أخذناه في المحاضرة السابقة فهي عندنا example c example two last lecture اللي هي lecture four فموجود عليه مثال لكن هاي الملاحظة ما أخذناها إلا تمهيدا لشيء آخر اللي هو موضوع جديد intersection of topologies تقاطع التوبولوجيات أو الفضاءات التوبولوجية يعني لو عندي two topologies tau 1 وتau 2 وعملتهم تقاطع هل يبقى يشكل topology ولا لا زي اليونيون اليونيون مش شرط يكون topology في عندنا نظرية طلعوا theorem للtau 1 وتau 2 ب2 topologies on asset x عندنا مجموعة x وعليها two topologies tau 1 وتau 2 then tau 1 تقاطع tau 2 is a topology on x يعني two topologies على مجموعة x وقاطعتهم بيطلع عندنا يشكل topology على x كيف ننثبت هذا الاشي نروح على البرهان بل نثبت الثلاث شروط اول شرط بل نثبت انه phi و x ينتموا الى التقاطع tau 1 تقاطع tau 2 الآن احنا منعرف انه phi و x ينتموا الى tau 1 ليش لانه tau 1 topology ايضا phi معناتهم بينتموا الى التقاطع هذا تعريف انه عنصر ينتمى الى التقاطع انه ينتمى الى كل من الطرفين tau 1 وتاو تو طيب بذلك عندنا الشرط الثاني والثالث نروح عليهم الشرط الثاني بدنا نثبت انه اي عنصر عندنا بالتقاطع لازم تقاطعهم يكون بالتقاطع ماشي خلنا ناخذ التقاطع الى a1 و a2 اذا a1 و a2 ينتموا الى tau 1 and a1 و a2 ينتموا الى tau 2 ليش هذا من التقاطع من تعريف التقاطع انهم ينتموا الى الطرفين التقاطع هسا a1 و a2 ينتموا الى tau 1 شو بستنتج مش tau 1 topology معناة التقاطع هم ينتمي الى tau 1 اذا a1 تقاطع a2 ينتمى الى tau 1 لانه topology نفس الشي similarly انه a1 و a تقاطع a2 ينتمى الى tau 2 لانه topology اذا ها يحكينا لانه tau 1 وتau 2 are topologies لاحظوا هذا المستطيل a1 تقاطع a2 ينتمى الى tau 1 وتau 2 معناة تقاطع اذا a1 تقاطع a2 ينتمى الى tau 1 تقاطع tau 2 وهو المطلوب اذا اكتشفنا انه تقاطع اي عنصرين بتقاطع ينتمى الى ايش الكل نروح على الخطوة الثالثة والشرط الثالث طبعا دكتور حط هم ورق لكن انا احل لهم لت a1 ينتمى الى tau 1 تقاطع tau 2 لكل a1 ينتمى الى delta يعني معانا collection من المجموعات التي تنتمى الى التقاطع الان شو اللي بدنا اياه بدنا نثبت انه اتحاد هاي المجموعات الى لكل a1 ينتمى الى delta انه يبقى في التقاطع tau 1 تقاطع tau 2 اذا شو بستنتج انه a1 ينتمى الى tau 1 لكل a1 ينتمى الى delta يعني كل هذول كل واحد فيهم تنتمى من and tau 2 من تعريف التقاطع هاي من تعريف التقاطع الان لانه ai ينتمى الى tau 1 لكل a ينتمى الى delta اذا معناته ايش الاتحاد ينتمى الى tau 1 معناته اتحاد الai ينتمى الى tau 1 ليش لانه tau 1 topology tau 1 يشكل topology اذا اتحاد اي collection يجب ان يبقى في tau 1 نفس الاشي بشكل مشابه اتحاد الai ينتمى الى tau 2 لانه ايضا tau 2 is a topology لانه تاو 1 وتاو 2 are topologies معناته اتحادات الai ينتمى الى tau 1 واتحادات الai ينتمى الى tau 2 الان هاي الدائرة لاحظوا عليها تنتمى الى tau 1 وتاو 2 معناته تنتمى الى التقاطع وهذا من تعريف التقاطع اذا اكتشفت انه اتحاد اي مجموعات في التقاطع يبقى في التقاطع اذا الشرط الاول والثانية والثالث يتحققوا اذا بس تنتج انه tau 1 وتاو 2 is a topology one x يعني x وتقاطع two topologies يشكل topological space تمام الان بنروح على some important topological space بنوخذ بعض انواع topologies المشهورة تمام اول نوع من انواع topologies المشهورة ومرنا فيه سابقا مرينا عليه سابقا في المحاضرات السابقة الو the topology وترمزه tau end اختصار ال topology ما هو topology هو المجموعتين phi وا اكس فقط حسنا احنا معنا مجموعة اكس وابدي اعمل عليها topology بأخذ phi وال اكس لحالهم وبشكل topology وهو اصغر topology حكينا سابقا انه tau end discrete لو phi وا اكس هو اصغر topology على المجموعة اكس الان ما هو اكبر topology على المجموعة اكس اللي هو النوع الثاني من topology ما هو topology واختصار tau discrete اه اللي هو مجموعة كل المجموعة الجزئية من اكس احنا معنا المجموعة اكس واخذنا الpower 6 كاملة كل المجموعة الجزئية احنا نعرف التوبولوج لما نفحصه لازم يكون عناصره من الpower 6 اذا كان الpower 6 كاملة راح يشكل topology وله اثبات ولكن فقط احنا اليوم بدنا ناخذ الامثلة فقط في عندنا ملاحظة بحكيرنا اذا اكس از singleton 6 يعني اذا كانت عندنا المجموعة المجموعة المنشتغل عليها اذا كانت singleton يعني فيهاش غير عنصر وحيد تمام شو منلاحظ انه tau discrete يساوي tau discrete يعني لو جاك سؤال اذكر لي مجموعة بحيث يكون tau discrete عليها نفس الاشي بتقول اي مجموعة تشكل singleton 6 طبعا ليش الان شو المجموعات الجزئية من المجموعة اكس اللي هم phi والsingleton a اللي هي اكس كاملة لاحظوا انه اكبر واصغر تبولوجي على هاي المجموعة هو نفسه وما في غيرهم اذا tau discrete ويساوي tau discrete لما المجموعة تكون singleton a يعني singleton z طبعا وغير ذلك اذا كانت اكبر من هيك ما بكون متساويين على الاطلاق ثالث نوع معنا من انواع التوبولوجي اللي هو the cofinite topology التاو cofinite اختصار وتاو كوف ما هو الكوفان كوفان توبولوجي اذا نروح على تعريف التاو كوفان بحكي نتاو كوف يساوي كل المجموعة u سبسيط اذا كل المجموعة الجزئية من المجموعة x التي متممتها finite اي مجموعة متممتها finite هي ايش تنتمي لتاو كوفان اتحاد الفاي طبعا في ملاحظتين اول ملاحظة بدي احكي ايها x عدى u مرات من اكتبها x عدى u او مرات من اكتبها u complement اللي هي المتممة كل هذا متكافئ x عدى u u complement المتممة او x عدى u بهذا الشكل الان هون بالتعريف اضاف الفاي لانها غير موجودة هون هل الفاي متممتها finite مش شرط طب ليش ما اضاف x احيانا نضيف phi وا x حتى نضمن وجودهم بالتوبولوجي الان هون ما اضاف x ليش لانه x موجودة في ضمن هذا القسم ليش x عدى x يساوي phi والفاي احنا بنعرف انها finite عدد عناصر صفر معناها finite اذا x ما في داعي هون اضيف اتحاد x لانها موجودة بالقسم هذا وتحقق الخاصية الموجودة في الجزء الاول لذلك ما في داعي الها فعدة نظرية تاوكو finite is a topology on x اذا النظرية بتحكي لنا انه تاوكو finite يعني يشكل topology الواثبات كيف منثبته عن طريق الثلاث شروط اذا تحقق الثلاث شروط هيك منكون ضمن انه topology هل phi و x ينتم الى اول شرط phi وال x هل ينتم الى top fin لاحظوا انه phi موجود هون اذا phi ينتم الى top fin by definition طيب هل x ينتم الى top خاطر x ولكن هي فعليا موجود بهذا القسم هون بيقول لك كل المجموعات التي متممتها phi x شو متممتها phi و phi is finite اذا بحكي لنا هي x ينتم الى tau kofi night لانه متممت x يساوي phi وهي finite اذا اول شرط خلصة منه اثبتنا انه phi و x ينتم الى tau kofi night اشياء الثاني بلنثبت انه تقاطع اي مجموعتين في tau kofi night يكون في tau kofi night افرض انه عندي مجموعتين a1 و a2 ينتم الى tau kofi night بدي اثبت الان انه تقاطعهم ينتم الى tau kofi night الان حتى اثبت انه تقاطعهم ينتم الى tau kofi night في عندي اكثر من حاله في عندنا case 1 و case 2 نبدأ بcase 1 بحكي لنا اذا واحد منهم a1 و a2 اذا واحد منهم phi يعني الاولى phi او الثاني او كلاهما شو رح يكون التقاطع رح يكون phi وينتم الى tau kofi night اذا امور محلولة اذا واحد منهم phi لكن اذا ما كانت واحد منهم phi شو بصير عندنا طيب case 2 اذا a1 لا يساوي phi and a2 لا يساوي phi يعني ولا واحد فيهم تساوي phi شو بستنتج معناته الاولى اكيد متممتها phi night والثاني متممتها phi night x عدا a1 finite و x عدا a2 finite الان شو بدنا نثبت بلنثبت انه متممتهم finite وهيكا بتكون ينتمي الى tau kofi night خذ لمتممت a1 تقاطع a2 x عدا a1 تقاطع a2 شو متممتهم من يستخدم ايش dmorgans لا الان بقول لك x عدا بتتوزع على a1 و a2 والتقاطع تتحول الى اتحاد هيحولنا التقاطع الى اتحاد و x عدا a1 دخلناها على a1 و a2 صارت x عدا a1 اتحاد x عدا a2 او بنقدر نقول مثلا هون انه a1 a تقاطع a2 كومبليمنت هون نفسها a1 كومبليمنت اتحاد a2 كومبليمنت هاذ من ايش من قانون dmorgans له طيب الان الاول x عدا a1 احنا فرضناه ايش فاينايت هاي x عدا a1 فاينايت و x عدا a2 فاينايت الان فاينايت اتحاد فاينايت شو بدي يكون عندي فاينايت اذا اكتشفت انه متممت التقاطع رح تكون فاينايت اذا التقاطع a1 ينتمي الى tau cofinite هاي الشرط الثاني خلصنا منه الان الشرط الثالث اش بدي اثبت انه اتحاد اي كلكشن من المجموعات في tau cofinite يجب ان يكون في tau cofinite بقولي a1 ينتمي الى tau cofinite لكل i ينتمي الى delta اذا هاي اخذت كلكشن من المجموعات التي تنتمي الى tau cofinite الا هم الآن في عندنا حالة كيس 1 بحكي لنا إذا AI يساوي X ورصم AI ينتمي إلى دلتا يعني إذا في واحد من الAI هذول أخذتهم من مجموعات اللي أخذتهم من توكو في نايت إذا في واحد منهم X بدي يكون اتحادهم X إيش واضح والX ينتمي إلى توكو في نايت إذن الأمور طيبة إذا لقيت واحد فيهم X لأنه راح يصير اتحادهم X وينتمي إلى توكو في نايت الآن في عندنا كيس 2 افرض أنه AI لا تساوي X ولا تساوي في لكل AI ينتمي إلى دلتا يعني بنفرض أنه هذول الAI اللي أخذناه الكلكشن هذا ولا مجموعة في X ولا مجموعة أيضا في Phi طبعا ليش أنا بقدر أفرض هذا الفرض لأنه أنا بعرف شوفوا الملاحظة هاي على جانب If some AI are Phi delete them from الاتحاد يعني بقولنا لو في عندنا مجموعات هذول الAI لو في عندنا مجموعات Phi لما أجي أضيفهم على الاتحاد شو راح يصير فيهم ما راح يكون لهم تأثير راح أشيلهم بالاتحاد يعني ما بدي إياهم فإيش أنا بدي أعمل الآن بدي أفرض أنه ولا واحد Phi ولا واحده فيهم X نخذ المتميم إلى AI اللي هي X على AI X على AI is finite لأنها مش X ولا Phi إذن ما تكون إيش متميماتها finite لكل AI ينتمي إلى دلتا كل الAI متميمتهم finite الآننا بدي أخذ المتميم للاتحاد X على الاتحاد شو راح يصير عندي X على الاتحاد بدي مورغانز لوه راح يصير عندي تقاطع الاتحاد تقاطع وأدخل X على AI فالاتحاد صار التقاطع وهاي X على AI دخلتها لجوة الآن أنا بعرف أن X على AI Phi كل واحد فيهم Phi متميمتهم Phi لما أخذ التقاطع للمتميمات أكيد Phi تقاطع Phi راح يكون عندي Phi وهيك أنا بستنتج أنه هذا الاتحاد للـ AI راح يكون معي إيش ينتمي إلى Tau إذن هاي الاتحاد للـ AI ينتمي إلى Tau كو في نايت لأنه متميمتهم طلعت معي Phi فهذول الثلاث شروط كلما تحققوا بستنتج أنه التاو كو في نايت فعلا يشكل على المجموعة X وهيك من كل خلصنا فيديو اليوم إن شاء الله بلتقي فيكم في فيديوهات قادمة يعطيكم ألف عافي جميعا شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة